تجوانون القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار المنوعة والبداية من صحيفة النهار اللبنانية التي نطالع منها دعوة قضائية ضد يونيتد ايرلاينز بسبب نفوق أرنب خلال الرحلة رفع مالكو أرنب عملاق نفق خلال رحلة جوية لشركة يونيتد ايرلاينز دعوة قضائية ضد شركة الطيران قائلين إن موظفي الشركة مسؤولون عن نفوق الأرنب وقال محامي مالكي الأرنب إن الأرنب العملاق ربما نفق بعدما وضع في مبرد لمدة 16 ساعة خلال التوقف وهو ما نفته شركة الطيران إلى صحيفة الحياة مشاهدين التي اخترنا منها لكم مؤسس أمازون ينتزع لقب أغنى شخصا في العالم تصدر جيف بيسوس وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون قائمة أغنى رجل في العالم بثروة تصل إلى نحو 92 مليار دولار غير أن بيسوس لم يحتفظ بهذه الصدارة سوى لمدة وجيزة فقط بسبب تراجع قيمة أسهم شركته في الأسواق العالمية الأمر الذي أدى إلى انتزاع اللقب منه لصالح مؤسس شركة مايكروسوفت الملياردير بيل كيتس صحيفة القبز الكويتية مشاهدين عنوانت بين صفحاتها لهذا اليوم الأمير ويليام يتفرغ إلى المهام الملكية قرر الأمير ويليام الثاني في ترتيب خلافة العرش في بريطانيا التوقف عن العمل في إطار خدمة مروحيات إسعاف بعد سنتين شهد خلالهما مآث مروعة لكي يتولى مهام مالكية بدوام كامل وسينهي دوك كامبريج حياته المهنية القصيرة كقائد مروحية إسعاف في شرق إنجلترا خلال نوبة عمل ليلية ونقرأ مشاهدين من صحيفة البيان الإماراتية حاول فتح باب الطائرة في الجو فلقي جزاءه اعتقلت الشرطة البريطانية رجلا حاول فتح باب الطائرة خلال رحلة قادمة من فولندا ووجهت الشرطة إلى الرجل تهمة تعريض طائرة ركاب للخطر ونقلته إلى المستشفى للعلاج من جروح طفيفة أصيب بها أثناء عراكه مع بعض الركاب وختاما مشاهدين من صحيفة الخليج وربة منزل تفتتح أكاديمية لتعلم الطبخ قررت امرأة إماراتية فتح أكاديمية لتعليم الطبخ في منزلها بعد أن تكونت لديها علاقة خاصة مع تذوق الطعام وإعداده بطريقتها الخاصة وقالت إن صديقتها اقترحت عليها فتح الأكاديمية ثم عملت لاحقا على تخصيص مكان للمتداربات وإعطائهن دورات تعليمية اشتركوا في القناة